اذا عودة من جديد احمد كنت تعطينا شيء اهم من نتائج الحاصلة الى حد الان فعلا متابعة حينية لنتائج الربط المحترفة الاولى كما كنا بكري في ملعب جافسة مزال النادي الافريقي في نهاية الشوت متقدم على القوافة الرياضية بجافسة هدف مقابل سفر هدف اية مالك في الدقيقة 15 بينما التعادل السلبي مزال بين النادي البنزارتي ومستقبل سليمان في ملعب 15 اكتوبر في بنزارت شكرا لك اذا مروا الان الى سيد نوردين بيباني معروفة في الرياضة وهو الكتب العام للمنظمة عريقة وهي المنظمة المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والشغل اليوم عملتوا انتما الندوة بتاعكم وحضروا فيها الرؤساء الجمعيات الرياضية كانت حدثنا اهم المحتوى اذي صار اليوم بتبعت الحال بعد عندي بعض الاسئلة الاخرى متعلقة بهذه المنظمة بالضبط قبل كل شيء شكرا على الاستضافة وتحية ليك وتحية المرافقيك وتحية لكل مستمعي اكسبرستر فيهم حيثما كانوا طبعا هذي من السنان الحميدة اللي بتاعليها المنظمة الوطنية ثقافة ورياضة عمل وانها كل بداية موسم ثقافي ورياضي نستدعو الرؤساء الجمعيات المنخرطة في المنظمة من اجل احنا الحقيقة نقمنوا برشا بمبدأت الشركية في اخذ القرار وبالتالي كيف نستدعوهم معانا في يومية معناها في نصف يوم مش نتلقاو ان نتبادلوا مع بعضنا نقيموا الموسم الفارد ثم نحكيوا على برامج العمل المستقبلية واللي فيها معناها بعض المقتلحات اللي جينا من عند الرؤساء نهيك وانهم كيف نحكيوا على رؤساء الجمعيات اللي هما قواعدنا اللي هي معناها سامت في وجودنا احنا كمكتب تنفيذي في المنظمة نعرف حاجة اخرى زادة من فترة قصيرة يعني بعض الايامات فقط كنتم استقبالكم من قبل وزير شباب رياضة سيد مورالي فكانت حدثنا زادة عن محتوى هذه الجلسة بالفعل كان لقاء الحقيقة ما اتما يشفى انه معناها قدمنا انشطة المنظمة نهيك وانه سيد وزير شباب رياضة هو ابن وزير شباب رياضة وعنده فكرة كبيرة على المنظمة لكن قدمنا له تقارير العمل لمتاعنا حكينا على مشاغلنا ومشاغل القطاع هذا بتاع رياضة المهنية الحقيقة لقينا كل التجاوب معاه وكان كان تماما معناها ترحلي افكار من اجل ارساء زادة عمل تشاركي بينا وبين الوزارة في قطاع رياضة المهنية حاجة اخرى زادة نعرف انا بالنسبة للرياضة خاصة يعني على المستوى المردود الاقتصادي تعاطي الرياضة في يعني المنظمات والمؤسسات العملية اكيد بشيكون عنده مردودية على الرياضيين وعلى المنتسبين لهذه المؤسسات بشيكونوا دايما لعطاء متاحهم وفير طبيعي هو الحقيقة المنظمة خطر منذ تواجدها عام 1971 في تونس كانت هي زادة مساهمة في تنمية الدور الاقتصادية بطبيعة الحال بطريقة غير مباشرة لان المساهمة في انه في بعث جمعيات رياضية مهنية صلب المؤسسات به برشة وعنده برشة منافعة اول حاجة انه معناها التقليل من الغيابات الحسب الانتماء للمؤسسة هو قدر في احنا رياضتنا هي رياضة تحابب رياضة تآخي ميش رياضة تنافسية وبالتالي نخلقوا اجواء اجتماعية طيبة نخلقوا العلاقة الافوقية معنا ببابين نلقاوا في جمعيات نلقاوا رئيس الادارة والابسط عام المحترامنا لكل المقامات بينصير يتواجدوا ويشاركوا ويكوروا مع بعضهم العائلات نلقاوا المرأة نلقاوا الرجل وفي بالي نعرف تبشيو حتى تعديو في الوطلة مع المناطق الجمهورية ايه انا نخلقوا الجزائر نمشيو المغرب نمشيو حتى الأوروبا نمشيو التركيا نمشيو احنا متواجدين في الكونفيدرية الدولية للرياضة وعمل نموجودين انا في البيتانك الكورة حديدية متواجدين في الاتحاد الفريقي متواجدين في الاتحاد العربي معناها الحقيقة متواجدين في كل الهياكل الدولية والاقليمية تقريبا مش نقول لك الرياضات المعناش معناتها اي على سبيل عنا معناش الناتاسيون مشكلتنا مشكلت فضائيات رياضية خاصة المسارع ومعناش الكاراتي والمسارعة رياضة جامعية كل موجودة موجودة بانواح وموجودين للجنسين الألعاب الفردية موجودة كيف كيف الحقيقة معناتها قاعدين نسعى باش نزيد ونوصع من الانشتام استجابة لطلبات المؤسس تقعد معنا لاننا عنا على الهاتف السيد سابر المكشر وهو مدرب في بيتش فوليبول ونعرفوهم يعني تم بالنسبة لهذه الرياضة عندها شوية مشاكل هي تنتمي إلى الجامعة التونسية للتنس وبدأت انتلقى قوية جدا حتى بالنسبة للرعاة لسبنصور كادوا كبار برشا وامويل كبيرة ولكن في نهاية الأمر تجمد هذا النشاط معنا صبر مرحبا بيك مرحبا تتوفيق بيه صبر يعني بعجلة تحتينا أهم الإشكاليات القايمة اللي خلات يعني الفريق متاعكم والنشاط متاعكم في صلب الجامعة متاع التونسية للتنس يتجمد علش والله في تفيق احنا الحادلين نتسأل ومعناها عالشي هذي خطر ما نحنش عارفين الحقيقة منطاع الشي اللي وصل البستينيس معناها في تونس في البداية متاع الرياضة هذي كان برش سبكتاكل كان برش انجو وفم معناها تظاهرات كبيرة صارت في البلاد وحتى في القلب لفني ووقت اللي نعرف معناها لما تنجمش معناها تحاول فيه معناها كيام من كبار وكل معناها عملنا فيه دي تورنوا معناها حاضروا فيه اطارات كبار في البلاد وحاضرت فيه معناها الناس معناها من رياضة الكل وسبكتاكل كبير وقرادانيت وكل شي وكنا معناها في قلب الصيف معناها التظاهرات كبيرة على شتوط تونس الكل معناها من بنزرة الحمامات المرسل المهدية للشاب للسوسة للمستير للجربة الجرجيس للتبرقة معناها كانت تريزانيمين معناها البلاد في الصيف ومن جرار بيش تنيس معناها عتينا بالضبط الاشكال بالضبط صبر والله اللي كان هو معناها كيف حطوها مشرف على اللعبة هذه ما كانش في القيمة متاع الانتظارات معناها ما كانش يبلغ صواتنا وما كانش نجتمع ومعناها في الجامعة ومعناها نطرح الاشكاليات الموجودة ونوجد ومعناها في حلول وكل لكن ما كانش التعامل معناها ايجابي وما كانش التعامل معناها في قدر الالتظارات من المسؤولين اللي اللي تولاوا معناها المهمات تذومة معناها متاع الرياضة البيتش تنيس فعلا هي طوى رياضات الشرطيئية تفضل انا احب نحن نتكلم مع بعضنا بش يكون ثم تفاعل يعني تعرف نحن الف وتلثمئة كيلومتر هي الشريط الساحدي متاع تونس ويزم الرياضات الشرطيئية تلقى المجال المتاع حالي وتش بتتقلق به وخاصة نحن طقس متاعنا يخلينا بش نرعب فيه اكيد نحن نلعب على طول العام في شطوتنا وعنا ده تيران زاد كيف كيف معناها في الموضيطان وكل شي نلعب معناها طقس في تونس معناها بش يجيك شهرين وثلاثة في العام ماكسيموم اللي بش يكون فيه طقس ما مش مش متاع ملاء متاع لكن طقس ما في تونس معناها النجم ومعنا المارس ورياضة هذه على طول العام على طول سنة شمس معناها وليحنا رونا موقفناش معناها ما الجريل معناها الجامعة مجمدة نشاط البيتش التينيس كفرعة معناها وهي مش الفعلية لكن احنا بمجهودات خاصة قاعدين معناها ننطوروا في اللعبة هاق وقاعدين معناها عنا دي عنا دي 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 مع الصغار وقاعدين نعملوا دي تورنوا معناها مع دي سبونسور تصرفات معناها وحدية من ناس مغرومين كسوها في قليبيا كسوها في الشابة كسوها في بن زارت كسوها في المرسى دي اليوم اليوم وغدوة فما تورنوا معناها مش الفعلية الكلب متاع المرسى متاع التينيس على كل حال نحنا نتمنى يا صابر نحنا نتمنى بش يذوب هذي جليد الصراع القائم بينكم منتوما يعني كفرع مختص الرياضة الشاتيئية والجامعة التونسية للتينس نعرفه برئاسة سلمة الملهي اكيد يزب ثم تكون يعني لغة متاع الحوار وكيد يزب ثم ناس تتدخل من اجل المسحة العامة ومسحة تونس اكيد في توسيط احنا من المول معناها ما كانش فما الاشكال ذايا وبالعكس معناها في اول ما ما اشرفت الجامعة على اللعبة هذه واخذاتها هي معناها على عاتقها اه تنظمت في السنوات الاولى العام والثاني معناها معناها مع البياناء وكل معناها في توأمة معناها هي والجامعة فما معناها صارت دورات كبيرة وحتى معناها بعثات خرجنا خارج تونس ومثلنا تونس معناها خارج قدود الوطن وكل معناها وكان ثم معناها بوادر مزيانة برشا معناها وكلنا نتوقع اللعبة هذي باش تمشي لبعيد برشا معناها واخر حتى من التنس معناها لانها ما تتكلفش معناها نوارد مالية كبيرة ولا بالنسبة للتيران ولا بالنسبة للماتريال المتاحة وكل شيء ما تتكلفش معناها ما تاخدش معناها تكاليفة كبيرة اللعبة هذي على كل حال نحنا ما تتنس بالبعاء فهمك سابر نعرفك أنت تحرق برشا على هذه الرياضة التي تحبها ومتين بها وانت مدرب لهذه الرياضة ومتخرج من المعهد الأعلى لرياضة بتونس ولكن ان شاء الله عليكم لحال تمنيركم باشتلقوا الحلول سواء مع الجامعة تونسية للتنس إذا كان ثم بتبعه الحال لغة الحوار وتغلب المنطق والعقل السليم في العلاقة القائمة ما بينياتكم أو إذا كان ما تماشي يعني ثم قطعة بتبعه الحال تجمو وتلقاو حلول أخرى مثلا نسمع نجمون جامعة حاجة كما كمثلا سبورت رفاي اللي نجمون نخرطوا تحتها ونجمون نتوون معناها بالضبط بضعه يسمع فيك على كل حال أنت بررت للكلمة باش نتكلمه مع سيد نوردين البيباني الكاتب العام وإن شاء الله مزيد من النجاح في تجاربكم القال ما شاء الله وشكرا شكرا كنت أسمع على حاجة غير منتظرة يعني جاءت على المباشر أي وراه الشعار الكبير هو الرياضة تجمعنا لا ماتفرقناش الرياضة وبالتالي نلقى روحنا في كل معناها النجم ونتكامل حتى المشهد الرياضي هو الحقيقة لو شوف إذا كان نشوفه في تونس اللي توا يعني إحصائيات عن 27% نستتعطى في الرياضة بكل أنواحة من المدرسي إلى الجامع إلى المدني إلى الرياضة المهنية الحقيقة محتشمة أحنا نسعاه كلنا جاهدين كل المختصين في المجال الرياضي أن نتساهم من ناحيتها بمزيد استقطاب العبيد في الرياضة وإحنا ريناها وحتى في الكوفيد اللي العبيد اللي منعت من الكوفيد هي العبيد تتعاطى في الرياضة وبالتالي يراه كل إنسان يتعاطى الرياضة يحمي روحه ساعة ثم أنه في المشهد الوطني ماذا بي نروا الأرقاب ترتفع في 50 أو 60% راهوا معناتها في دول تقريبا من قلوش اللي هي في مساوين أحنا نكون متفوقين عليها لكن في المجال الرياضي نلقاه بنسبة العبيد التي تعاطف نشاط الرياضي أكثر منها برش صحيح فما حبيت أن نتكلم يعني كما قلت تتكلم عطيت فكرة على التواجد التونسي في المنظمات الدولية والاتحادات الدولية نعرف سيمونير بن سميدا الرئيس وكذلك زاد زميدتنا وصديقتنا نجات الهمامي يعني موجودين في هذه الهيكل الدولية وهذا باهي للدبلوماسية الرياضية أكيد أنكم تجنئوا بعض الثمرات من هذا التواجد طبيعي هو أحنا الحقيقة معناه بكل تواضع سامير وحنا صفراء الرياضة المهنية في خارج تونس وهذا يراه وحنا خاطر كنخرج وخارج تونس تمت فيه صفاتنا كأشخاص وبالتالي نمثل تونس وحنا متواجدين كما ذكرت بكري قلت لك احنا متواجدين في الكونفيدرالية الدولية لرياضة والعمل منذ 94 متواجدين في الاتحاد احنا مؤسسي الاتحاد المغاربي وان كان توا نظر للظروف المربات أو الاتحاد المغرب العربي لكن متواجدين زادة في الاتحاد العربي للمؤسسات ديريات المؤسسات سيمونير هو نائب رئيس متواجدين في الاتحاد الافريقي سيمونير زاد نائب رئيس وانا عضو اول امرأة تونسية افريقية مكلفة بالانشتر الرياضية وهذا فخر لنا متواجدين زادة على مستوى لنا علاقات بيلاترال ما بيننا احنا وفرنسا احنا وسبانيا احنا وتركيا كما تفضل زمين بك معناها لحقيقة نوسعوا في رقعة التعامل والتبادل الرياضي ما بين الدول اللي عنا بها علاقات ديبلوماسية شنية البرامج المستقبلية واهم الاستحقاقات القادمة ان شاء الله في قادم لأي ميت عنا في نوفمبر ان شاء الله عنا العنا الالعاب الوطنية الكبيرة اللي تجمع كل الجهات معناها من كامة رابجمهورية بش تكون ان شاء الله في جه في بنا احنا بش تكون في ويدي التوزر كيف كيف عنا من بعد عنا تبادل الوفود الرياضية بيننا احنا والتزير ان شاء الله بش تمشيوا لتزير ثم من بعد تزير يكونوا بحدنا وفي جوان من ثلاثة الى ثمانية جوان عنا الالعاب العالمية نهيك وانو احنا نهار 15 اكتوبر ان شاء الله انا وسيمونير بشكونوا متواجدين في اليونان من اجل التحذير للالعاب العالمية بصفتنا احنا اعضاء في الكنفيدرالية بشكون الجلسة العامة في اليونان في الوتراكي سي توفيق للنشاطات الكثيرة من المدخيل بكل توضع مدخيل من الجمعيات من المجازين من شراكات الجمعيات من ناخذوش في تمويل عمومي هو السيد الوزير على سبيل النقطة قال كان ينتظر احنا بشنا نطلبوه فلوز شنو طلبت نظامهم كله هذا هو قلنا نجين ايش نطلبوه نجين نعرضو في مشاريعنا نعرضو في انشاطنا هذا هو شوف حسن تصرف المال وكيفية تتصرف فيه وهذا امانة راه احنا موجودين هنا خطر امانة هذه كامانة معناها مال لجمعيات عنا ننصرف فيه بكل برشة حوكمة برشة ترشيد وبالتالي الحقيقة لقين رواحنا في مبين مصاريفنا والمداخل معناش غاية ربحية ربي فضلك معناش غاية ربحية لكن موافقين مبين المصاريف والمداخل شكرا لك على كل حال نتمنى لكم دايما مزيد من التقدم برك الله فيكم وخاصة يعني في الإيحاطة بالعمال وتعاتي النشاط الرياضي اللي يعود بالمنفع على الدورة الاقتصادية للبلاد شكرا نحن باش نمشي مباشرة الى الهاتف وبالنسبة المسابقة الفائز اذن بالمسابقة الاولى معايا مهدي البراد عيمان سفيقس مرحبا بيك اذن باش تجاوبنا على السؤال ضد من سيلعب المتخب التونسي لكرة القدم المباراة القادمة يوم 11 اكتوبر في اطار تسفيات كأس افريقيا للامم المغرب الفين وخمسة وعشرين اكيد جزر القمر فعلا جزر القمر والاجابة متاعك صحيحة والاهداء باش يكون جائزة يعني اقامة لشخصين في فندق المورادي اوتيل بالحمامات المورادي اوتيل او دولة دوز انبي اذا قبل ما نمشي للمسابقة الثانية باش نتكلم معاك خاصة انت كنت ديما تمشي سواء المغرب او سواء الى الجزائر وتحدثنا منذ قليل كما كنت عن الملاعب يعني انا حبيت حاجة نحب نطمئن بها ربما الناس كنت تكلمت هاتفيا مع السيد وليد الرياحي المدير العام بتاع اللجنة هذه بتاع الحي الرياضي وقال يعني منذ يومين اللي على اساس كونهم يعني زرعوا يعني بذرة جديدة ومخليوش زاد الملعب باش خدموا تعرف مسانسا في نوفمبر وديسومبر ثم فترة يزبوا يرتاح فيها العشب باش تعود ينمو من جديد لكن ثم التزامات متاع الفرقة التونسية في الكؤوس الافريقية خاصة وكذلك المنتقب سواء في كأس امم افريقيا او كذلك في كأس العالم وقال كذلك يعني بالنسبة للكراسي الكراسي يعني ثم خمسمائة كرسي ثم حكاية تزادة بالنسبة للسبورة وثم كذلك يعني كثير من الاشياء اللي تم تمت المطابقة امتاحها على حسب الامور الدولية نحن شنقولو شبه يعني تعرف دي ما وما فيهاش ما تحملش معناه البث المباشر للنتاج وللفار توا السبورة توا مطلوب منها انها تنقل البث المباشر باش تعطي اجواء الجماهير وتعطي الاستاتيستيك ومربوط كان موجود او لمش موجود ني طبعا من نول لرادس مش موجود معناه لكن توا في المواصفات جديدة اذا كان هذي ذي جاك اللي حط في رقم مثلا كيمة التارجي والفريق ولا تكتري الشاشات خاصة على حساب الخاص باش تعطي المواصفات هذي فهمت وحشا حكاية تزاد الدريناج وكذا على كل حال ثم اشياء قاعدة تتحسن من اجل يعني تخلي الفريق تخلي الفرق التونسية مش فريق والمتخب التونسي يلعب يعني في رادس على كل حال معنا زاد الآن الفائز بالجائزة الثانية وهو حاتم زير من الموروج مرحبا بك حاتم مرحبا استوفيق مرحبا مرحبا اذا السؤال هو اين ستدور الموبالات في نطاق تصفيات كأس أمم افريقيا يوم 11 اكتوبر 2024 ملعب لوران في رادس ملعب لوران في حمد العقيد والجواب اذا صحيح والجائزة متعك هي زي رياضي من مغازل سبورتاتش شو الفريق المفضل تراجل رياضي تونس اذا وكذلك بالنسبة المزيور بتاعك يندرا الال ولا ام ولا كسر الخرش شنو تلبس يا سيدي الال ال 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 شكرا شكرا اذا طول الان نمر الى حاجة اخرى اي 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 انا انا سئلتك ما خطر هي مش مقابل سؤال خطر التي تكلمت فيه الموضوع تعرفوا اللي كنتحبو اي 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 كان في تونس بذرة بذرة و تطلع شي بطاطا يقول توف اي لا يزين استفوخ لا لا على خطر عنا سنوات مليان صغير نلعف الكور مليان صغير نلعف الكور ديما استادات بتاعنا لازمو يسكر على خاطر في وسط الموسم في وسط الموسم لازم ننقلك على نص ساني انا منيش فني منيش فني لكن شوفوا البلدين الخرين فما دي بلاك اي قزون حاضر يجي تتكاثر مربع يدولة يدولة نحن 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 نتكلم في الموضوع هذي حتى بل نحن نحن نمشي الى موضوع اخر وهو كأس العالم للاندية وما ادراك ما كأس العالم للاندية كل مرة يشكوا فيها اي بيش طبت اذكرني بزميلي محمد بغنيم ولا يرحمه يحب يسئل ويجي ولا يرحمه مني تكتاع ثم كثير من الاشياء اللي خرجته حتى على مستوى العالمي وكذلك تدولته سواء منصات او حتى بعض النشريات كما وغيرها اللي قالوا يعني في بداية الامر وانه ربما ثم 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 امكانية كبيرة انه هذي كأس العالم للاندية ما هيش باش تسير كما نعرفوها هي من 15 جوان الى غاية 13 جويل 2025 عليش بالضبط على خاطر هذه الدورة هذه تستلعي اموال واموال ضخمة جدا يعني حتى بالنسبة الاندية بركي طالبه 800 مليون اورو يعني ولقاوا مشاكل بالنسبة المنظمين الفيفا هيش كون تنظم الفيفا قالت مشاكل كبيرة ياسر ثم انه اضافة الى العواقل المادية هذية ثم بعض الاندية الكبرى كما ريال مدريد وغيرها وكل يعني قالوا نحن اللاعبين بتاعنا يخوضوا في مباراة كثيرة برشا يلعب يعني اتزامة المنتخبات ما ننسي اتزامة المنتخبات كأسم أم أفريقيا بالنسبة لتونس وغيره ولكن هما بالنسبة لأوروبا خاطر ترجي يحب يشارك على خاطر الميزانية وهذا يعود بالنفع بصفة عامة على كرة القدم التونسية ولكن كذلك احمد لانه اليوم في امريكيا ننتظر يعني خبر اخر ربما يكون يطمئن الفرق المشاركة لك الكلمة فعلا سيتوفيق عديد الاخبار اللي راجط حول كأس العالم للانديا هذه تجربة لولة الفريدة من النوحة ريهان كبير عملته الفيفا 32 فريق من أقوى اعتفرق في العالم خمسة قارات بمثلة اليوم في الليل كما قلت ان شاء الله سيتم الاعلان على المدن والملاعب الرسمية اللي تحتضن كأس دانيذية وتستنس بالتنظيم اليوم في الليل ان شاء الله جاني انفنتينو في ندوة صحفية تتبعوا على كل قنوات الفيفا على السوشال ميديا تتعلن الملاعب وهكا تقريبا في لسبة 100% تتفنت كل الإشعاعات اللي راجط حول عدم إمكانية إجراء الكاس العالم للانديا الحقيقة لماذا الإشعاعات خرجت سيتوفيق لأن المشكلة هي مادية بالأساس وتتعلق بالحقوق التسويقية للفرق اليوم مسابقة كما هذه 32 فريق تختلف الفرق من أكثر جماهيرية للأقل جماهيرية ثم حقوق التلفز زي البث التلفزي وما أدراك اللي هي الفيفا ترهن عليها الفيفا نعم 80% من داخلها وتسعين بالمئة توصل من حقوق البث التلفزي الفيفا الطالبة يعني باكو كبير من أجل تسويق هذه البطولة عقود كبيرة جاءتها من شركات مثلا أبل تيفي ولكن الفيفا عمال ترفض تحب ترفع قيمة العقود نحكيه على مجموعة مداخل نجمي يصل حتى أربع مليارات معناه من الأورويت نحكيه مداخل تسويق مداخل بعان أقمصة مداخل تذكر دخول الملاعب فنطمن على أقل الجماهير حتى جماهير الرياضية التونسية إنه ممثل ترجع هذه تونسي سيشارك بإذن الله في هذه البطولة وهذه البطولة باش تصير في موعدها ولكن نجم من هنا الوقت نسمع مثلا بعض احتجاجات من رابطة اللاعبين في أوروبا رابط المحترفين في أوروبا حول حول إضراب ماش بش تكون سهلة بالنسبة للفيفا ولكن نعتقد أنه فضلي إصابيات غير عادية وشفت الإصابيات من أول موسم ترجع لها الكوب دوروب اللي صارت اللي خردين هي نجع لها صعيب باش تلقى اللاعب يتضرب في التمارين في أوروبا تلقى اللاعبين في التمارين قد تضرب الإشكالية في الملاعب الأوروبية هي اللي صائرة بالحق كما تشوف أنت عدد المباريات إذا ناخذوا مثلا بريمير ليك وصديقنا محمد نحييوه لو مختص يخلى بلاستو علينا تحية ليه تشوف مثلا يلعب بريمير ليك يلعب فاي كاب يلعب كارلينك كاب يلعب من عرش كاس الرابطة ثم يلعب مثلا أوروبا ليك إذ كان جمعيته ثم يلعب المنتخب كاس أوروبا تصفيات كاس العالم وتصفيات كاس أوروبا والنيشن ليك ويلعب ثم محترفين من عرش أن يلعبوا مسابقات أخرى ووليت تتخلت 60 مبارات ليه فاتت ذكر ووليت دوارات حتى قبل انتلاق البطولة قبل انتلاق البطولة دورة ودية وتأخذ لمحمل الجد خمسة ستة مباريات في أمريكا في اليابان بشنوصل كل اللاعب شيفوه 60-70 مباريات وكما قلت يسي توفيق الإصابات ووليت طوى لجمو كروازي والإصابات الاختيرة ووليت من المبارات الأولى من المبارات الثانية نقول لنسموها طوى عديد اللاعبين انتهى موسمو فهذا هو الإشكال اللي بشي خلي الفيفا ربما تعمل تنازلات وإلى معناه تستعمل قوتها ولا نفوذها المادي خاصة لإغراء الأندية لأنه الجواز اللي بشي تكون في المسابقة هذه يبدو أنها ستكون جواز صراحة لرئيس الفيفا عحمد مليجي عفانتينو تحسوا مركز على أمور المالية أكثر صحيح لازم قاعد يلقى فيه موارد اللي هو يستغل في اللاعبين بشار يجري مقابل المادي يلقى في يلقى في اللي فورميل لكل بشي دخل الفلوس مش عادي اللي عم فيه لا بسراحة مش عادي تعوى كيس العالم هذي لندي كنت قد ستا في رق ولا المفورمال القديمة معقولة ولكن في أسبوع في أسبوع ودي منهزة بطل أوروب معروف هذيك لو ثم مسابقة أخرى موجودة اللي بشير فيها الأهلي المصري بشير في مسابقة إضافية بخلاف اللي بشي استقبل المباراة في بلاد وثم يلعب معناه النظام ما تفهموش منه وماشي في برامج أخرى كان عندك شي فكر عليه حب يرد توش بالسيق وحب يرد الدخول وخروج كل هون داخل في وضعيات مالية خاصة أن يحب الفلوس برشا وعلى ذكر الأهلي كان فاز واحد واحد هما عملا لكن الزمالك هو اللي انتصر انتصروا هنيا للثنائي التونسي اللي هو سيف الجزيري والريدروا متاعنا ساسمها حمزة حمزة لهم ثلوثي ثلوثي لأنه هو وسجل ضرب الجزاء وسجل ضرب الجزاء ذاكر حب نقول حاجة بصراح أنا نحصد الأخوة المصريين على الأجواء اللي صارت في الملعب يعني شفنا نتفرشت على كاس السوبر في السعودية أجواء عالمية مدارج ممتلقة على الآخر أجواء جماهيرية مباراة أعلى مستوى تعليق أعلى مستوى حفلة للكورة المصرية صارت منيت احنا نعلم تليجين سوبر كوب في قطر شعر بك اللي ممشيتش حتى جامعي ايه سحياح ذكر ما زادة زادة ما طالبين نرى واشي يقول لك حاجة ريت بللي صاير كله في العالم خلنا نحكي على العرب راه أنا نسافر للخليج ونعرف نطلع ونهبت بمشاكلنا بكل صباتنا جميلة وكان بالكفاءة التونسية أمنيتهم ترجع البطولة بتاعنا اللي عاد تمشي مصر وراه يصير وفي بالك السفر هذي شوفها وش نعطيك عين عليه ما يمنظمتها الكاف ولا ايه مع السعودية ما جيتك السعودية اشي عملت أبارة تذاكر الطايرة مدفوح كل شي كل شي عاملينه في الدوبل اللي عملته الكاف عملته هيا كدويتنا عندها لزمانة كلها حتى مادية اللاعب كلاعب يمشي غادي حتى شوف السعودية شوف كيفاش أبارة المصار ويعيشوا برشا في السعودية ريت في الفترات بتاع المباراة هذي يحلوا للتاشيرة بتاع نهارين ثلاثة ايه بالاستقطاب ممتاز أبارة العمرة وأبارة كل شي ما انت تعرف أجواء عالمية بارح أجواء وليت في الخليج العربي وفهموا لي كرت قدم سبكتاكول وشو بزني السياسة في حكاية البزنس متنساش حاجة أخرى ذاكر متعرف في السعودية هي تحب تنظم سنة الفين واربعة وثلاثين كاس العالم بالنسبة لكاس العالم بتعطيها رسمية هو رو ملهنان لالفين وثلاثين لحد حد بيغلبها وحد بيجميلها بسا انت في بالك منتوى لالفين وثلاثين لالعاب الجماعية كل مشكلة في السعودية اللي موجودة لكل في آسيا وفي الخليج كلها موجودة غادي الكدي نساوش زادة في بداية الكرة القدم يعني الخليجية وخاصة في السعودية أراهم المدربين أكثرهم من عمار النحادي اللعبين تاثمينة وسبعين هاني جايك عقيد عمار العمري ثم أحميد الزيب ثمتني عمار العمري وغيرهم محمد العقيد هم نحبين لكم كل طارق رياب بدرة الجندوب لا 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 يحكي سي توفيق على بداية الكرة القوناحنا بالضبط والأسامي شفت الأسامي تاو رونالدو في السعودية حاجيك طبعا كانت كي يدخل عطوقة وطارق نجوم في الكرة العربية نجوم وليه وحسب حتى يعني كما نجيب اللي لعب في الهيلال والتاو منزل موجود غادي وغيرهم ما رجعش وحتى ولا محلل في العربية السعودية شفت توفيقتي سعودية ما كتعرفها مشي تلا برشة مرة شفت الامكانية في السعودية طبعا المغرب تقول بطلت من كيس العالم عندها الامكانية الملاعب والنزل تعرف اللي خطر الخمسة شروط في كرة شروط لكيس العالم شنية الأرض اللي هي صارت عليها مشكل في قطر وبعد صارت تدخل سياسي أي أجواء سياسية للجيرين حبوا نحيوالها لخطر بلاتير تخلف الموضوع صارتها مويل وكل لخطر الأرض ما ترفعش ولا بروفوني حتى اللي جيين حطوهم في الحدود وبالكيران دخلوهم بش الأرض تبدأ مستيسر هذا المشكل الوحيد الأرض الأمن موجود السياحة الملاعب كل شي موجود هذو ما موفرين أنا كنمش في السعودية بش نعتيك حاجة قسم الثاني والثالث في السعودية ما فماش تنقل أكثر من 200 كم بالحافلة طائرة والطائرات أربية كرام خالصة من الدولة مش شريس الناتي عنده ميزانية الملاعب متنجمش تخمم النهار في السعودية ما تلقاش جمعية ما قادش وين ترينها مش تلعبه وين تترينها الملاعب ينجموا ترينها ومن يكون للسينيور فرض وقت ملاعب الأحياء اللي عندهم حاجة فوق الخياء اللي كور فيها الناس معناتها سيتوفيق هذو ما اللي احنا انتي قلت كلمة بها ويعطيك صح يشبطوا الموضوع اللي احنا كنا نعلموا فيهم لأسف نعلموا فيهم داخل الملعب وخارج الملعب ولتوا عليش قتلك لتوا لو يأمنوا بالكفاءة التونسية في المدربين البرو تحلت ولا اي اخذاو جمعتنا البرو اي في القسم الثاني الديفزان دو والناسيونال في السعودية لزمان البرو عمنا يقول دوب مقيد عبد الرزق الشابي اي عيتول عبد الرزق الشابي موجود موجود دور فيهم برشا كفاءات توقع حاشتهم بهم اللي اخذيوا البرو هكا بشتسمع لخطر بداوي نحيوه في الليزان ترنير في الديو خنقول واحد اللي هي الديو والتي رأوا تسبب بتاعها بتاع الممتاز قبل الامكانيات الموجودة رأوا لعبين محترفين تبشي بخمسة من تلعب دولار في ديفزان دو في السعودية اي ذاكر زادة وما تشويت منحكيش على الفار ترعاد واللايف وذاك من وليو بينك ذاك لشوف انتي كاس العالم الفين واربا وثلافين كيفاش تم اعطاءها للسعودية انه السعودية تفاهمت مع البلدان اللي بشتنافس معها باش مدخلوا لهم يدخلوا لها يعني تعالفين وثلافين اي كانت سيراعة مع استراليا مثلا انسحبت استراليا من الملف متاح وقالت اما ما زال اشكال بركة اللي هو صاير اللي حكيت الكحول لانه مش يقولك ما قطر مثلا لا انا في بالي عندي عندي قادم بش يبعدوا المباريط على المدينة وعلى مك ما سير فيها حتى نشاط من كاس العالم والكلها بش سير شيرت حدود بحرين لانه فما قنطرة من دمام البحرين البحرين نعرف متنفس متنفس السعودية في الامور هذية مع انت بشي يحصرها في المنطقة ذيك ويبعدوا على لانه انتي تعرف في المدينة ومكة حتى اللاعبين في النادي وحد ولا في الوحدة هذوم يبدأ جنسية مش انسان مش مسلم ما عنده في المناطق ذيك الحرم النادي على خاطر اللاعب ما يسكنش في وتي لغا ديك يجب يكون يا بعض المطار يا بعيد على المناطق ذي نحنا عليكم لحال محسوب وصلنا لنهاية هذه الحسة احمد يأتينا ربما بتاع الملاعب الشيء اهم النتائج موجودة وقبل ذلك انا نحب يعني نتكلم المرة الجاية ان شاء الله في الحسة القادمة نعطيها حقها هي الرياضات الشتوية لانه تونس ولاية ممثلة يعني تجرب تشارك في الالعاب الولمبية الشتوية كلنا بش نتكلم عليها هذه المرة لكن ثم زاد مروين ملاك الى جانب جونتان لوريمي بش نتكلم عليها قاعد يقوم بتحذيرات كبيرة لان شاء الله تونس تكون موجودة في نوردين في الالعاب الأولمبية الشتوية اللي بش دور في بيرانو ان شاء الله اذا احمد دعتينا اخر نتائج سينوردين صغير اي اي موش متاع الرياضة متاع البيتيران كنت بعمتاع اللي جان اذا النتائج الفورية الان دقيقة ستين وصلنا ودقيقة ستة وستين دقيقة ستين في ملعب قفصة ما زالت النتيجة على حاله النادي الافريقي متقدم بهدف لسفر هدف بيليل آية مالك في دقيقة خمسلاش والنادي البنزارتي واسليمان ما زالت النتيجة سفر لسفر الى حد الان اذا الى هنا نصل الى ختام هذه الحسة بعد قليل بش تكون معاكم هاجر ماجري هاجر ماجري فهمتني هي اللي بش تقدم الاخبار واجمل تحيات كل من سيرين حتيت وكذلك تقوى المديوني ومحدثكم امام ميكرو توفيق العبيدي الى اللقاء الاسبوع القادم على هذه القناة وفي نفس